السلام عليكم. اقتراحي اليوم هو الوصفة لهاد المملاحات اللي على الشكل شبيه بالبيتزا ولكنها مغيرة شي شوية. وصفة اللي من التقافة او من الطبخ او من المطبخ اللبناني والسوري وما جاوره. معروفة عندهم باسم صفيحة. مومن اللي حزوينا لديدا اكيد غا تعجبكم تقدر بتاكل كي على شكل بيتزا او اللي على شكل ساندويتش. متمشيوفين بقوم عايا حتل الخرق الويديو باش تعرفوا على هاد الوصفة بتفصيل. موسيقى 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 انتظروا للمشاركة انتظروا للمشاركة موسيقى وضع ملتقى لنزيلة لن تقوم بخير نحن نضيف الملتقى سوف نضيف الملتقى مركب بالفارين مع القصرير الملح شبابة العربة صغر شبابة العربة 1 كيلره أكافي سل يجب أن نضيف مع القصغير في الخامير يجب أن نضيف 1 كيلره أكافي و 1 كيلره أكافي 1 كيلره أكافي موع 6 صغير نضيف 2 كيلره أكافي نضيف نضيف المعلقة كبيرة للدقيق نضيف المعليقة كبيرة لأجباء كبيرة نضيف المعليقة كبيرة لأجباء كبيرة إبق óものは ETU كبيرة لنزيد كبيرة نضيف المعليقة كبيرة بنجد مصحت نضيف المعليقة سوف نقوم بتحديد الحشو بالنسبة للحشو هذه الوصفة من لبنان ودول الشام سوف نحتاج 250 قرام اللحم المفروم يكون مفروم رطب بزاف سوف نحتاج 1 البصلة 1 مطاشا 1 شوية ربع 1 دريسات ثومة 1 فلافل بالألوان و بالنسبة للعطرية سوف نحتاج ملحة بزار سوف نحتاج حار سوف نحتاج تحمير 1 شوية من الخليط العطرية اللبنانية 1 شوية 1 شوية 1 شوية 1 شوية 1 شوية 2 شوية 2 شوية 2 شوية 1 شوية 1 شوية 1 نمازم 1 ملنجة منزل المصدر 2 المصدر 3 المصدر 4 المصدر فلسل بحيطة و جزيلا لديدي نحضن نحضن لديد بعض جاتو لديد بعض قطاعة لديك و احضن لديك قطع لدينا أسفل لدينا أيضا نحضن لدينا ك exam L watا厚 مصدر لديه السوء لا يوجد من الأسفل السبب تريد أنه يزن لأسفل سوف نضيف الوبارة سوف أحمي وطعاية تلك المتحين الملائك وحبه الملائك ووصف الزبع للحراب لقوية أضيفية السوارة بأن أريد سوف أغفب أكون ملائك سوف نضيف الوبارة الملائك و الرباع و الفلفل انا اخذتها الفلفل الاخضر الاخرين سوف نقطعهم شوية كبار باش يبقوا لك يعني مدكورين لها هذه الصفاحة انا اضع نضع و نضع نضع جيد اضع اضع مع الكفتة أو مع اللحم المفرن نضع و نضع اضع ثابتаю كفت الإخطر ولكني سنة مقصرة أمام إليها أمام أمام تراعينا ويت هذه مقصرة أو أمام الغدة أمام إليها أمام وقتربحة نحن نضيف الفلافين ولكن بطريقة كبيرة لن يكون طريفة لا يريد أن يكون طحونين بحل الباقي لنضيفهم بحل الدكور بحل من أكثر من البيزة سأقوم بحل الدكور 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 نضيف الملح أن نضيف الملح لنضيف توظير الكلفة سأقوم بحل الدكور 1 pan 1⁄2 كيلرى كفير 1 جادة من صغيرة أفضل 1⁄4 كيلرى كفير 1⁄4 كيلرى كفير كمم ولدى المزيد من صغير منذها بالحكرة يجب منه إضافة من عباة سوف أضمن منزل الحفظ على المستقبل أيضا سوف اضمنه مشروع مع المستقبل لن نسيسى الأحيد منزل الحفظ اضمنه سوف أضمنه سوف أضمنه وضمنه نضيف الكلام وأنا نضيف الكلام وضيف الكلام. نضيف الكلام والزيت. نضيف الكلام والكلام الأسود. سنقوم نضيف الكلام. نحاول تخلطونه بديكم. لتجنسوا جميل عناصة تجنسوا جميل عناصة لتجنسوا جميل عناصة لتجنسوا جميل عناصة نخلطهم ونخلوهم على الجن لن نعطي لن نعطي لن نخلط بعد معجد لن نعطي لن نعطي نضيع حقام نقصي جميل عناصة سوف تقسمونها على حساب القياس التي تريدون سوف نقسمها على ثمانية ثمانية سوف نقسمها على طائرة سوف نقسم الخدمة سوف نقوم بقليل كل ماء سوف نقوم بقليل يمكنني المساعدة تتجد الماء نقوم بقليل نقوم بقليل الهان نقوم بقليل الهان ونبدأ نظرهم voilà اذا يجب أن يكون القبرة على وقتها في الرحلة يمكنكم أيضاً فقط على الجنة منحقه فقط يجب أن يجب أن يكون يجب أن يجب أنها تدخل تفكيرت الفرنجان ويجب ان تضيف مطلع حتى إذا كانوا يجب ان تغطيبوا فرنجوا في المقلة ومن الممكن ان تغطيبوها الى المقلة دعوني تغطيبوا ان تغطيبوا لكي أفضل ويجب ان تغطيبوا ونجد لكي تغطيبوا لكي يجب ان تغطيبوا والطيب من مور مرتاح العجن نأخذ كل القطعة على جن ونحاول نحاول نورقها أو نسرحها دائرة رقيقة وكبيرة ثم يلون بعد 15 مهات أمسرح كل القطعة ونحاول ونحاول نحاول حين نحاول نحاول حاول نحاول 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 سوف تكون رقيقة يجب أن يكون جيدة سوف تضيفها مباشرة سوف نفق السنية سوف نضيفها سوف تضيفها سوف Danger سوف رائع سوف تضيفها سوف تضيفها جميع المطبقه و يجب عليك أن مرمي جميع المطبقه سأطلع أفضل في المطبقه سوف نضع لذلك ونصرح على طبقة حتى يكون رقيقة إذا تريد قمت بخصومات من المفرون الاثريات هذة لدينا العنية فما تحتهاء طيبين أطيبون استطيعين انجل لجل انجل قمت بتاعت هذة أطيبونه إليهم أنه تنجل من جيد بإستألتها بأسان الخطوط ملتابة هذه غيرتنا سوف ننجل الى الفران سوف نقوم بتحديث سوف نقوم بتحديث سوف نقوم بتحديث سوف نتالى نقوم بتحديث سوف نورق هذا العجين على شكل دائرة سوف تكون رقيقة رقيقة يعني تقريب الجوج 3 mm دائرة نوز 2mm سوف نقعد على صفحة سوف نقعد على صفحة مرحبا نقوم بتزيارات وخشي بمشارك جميع المرحبات على ماء في طاقه وفتحة ونضمت بغنية ونزرحة فتحة ونزرحة تنسأي أيضا كمتالية في مطاطق ثم أقل في مطاطقك مع قبل في المطاطق عندما يتم بصفحة كل حول الأمر الأبد لذلك عمل الأماكن فقرل في البيعية ولكن بدول الشام واللبنان واللبنانية سوف ندخلها للفران مسخن على مئتين درجة يعني حرارة مرتفعة طيب المدة ديال واحد ثمانية حتى العشر البقائق بالاكتر انها كيف كانت تلاحظو هي رقيقة وتلحش وديالها رقيقة انه ما كتتخلش الوقت دياله طيام بالسف ودائما من خرج صفحات زيالي نضعهم واحدة فوق الأخرى ونضعهم بواحد البلاستيك ردائي وفوق منه واحد زيف ثم درجة كيف نشغل قطع لهم وفكرة هذا مجرد وفكرة هذه المرحلة مهمة بزر دروري خصنين نرجع عليهم هكا بشك يرجع عليهم تك سخونية وكيبقوا نار تطبيم وهذا الشكل نهائي للوصفة اليوم تقدروا ترافقها بخضار زيتون جبن اي حاجة بغيتوها او لا تتناولوها غير هكذاك voilà c'est ma recette d'aujourd'hui, vous pouvez la consommer accompagnée de légumes, cornichons, fromage, olives ou juste nature اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة